10 مئة ألف سنة مكملين هذا هو شعار الذكرى العاشرة لاكتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط بين ذكرى الأمس وذكرى اليوم عشر سنوات فقط وتغيرات كثيرة شعارات سقطت واستبدلت بغيرها رحل من رحل واستشهد من استشهد عشر سنوات شهدت البلاد فيها حروبا صغيرة وكبيرة والمسيرة مستمرة ذكرى 14 شباط أنا بتأديري منها ذكرى بتأديري هي مسيرة مستمرة على الأقل لفريقنا لفريق 14 أذار اللي هو مسيرة نضالية بعدنا عم الناضل بعدنا عم النقاوم ولأن الذكرى تختصر بالشعار كان لابد من سؤالي من كان في ذلك خبيرة بعد عشر سنين أنا برأيي أنه ما فيه مادة واضحة اللي يتوجهوا فيها الجمهور طبعا أنا برأيي بس كمان أنا ما فيك أنت تمرق مرور الكرام على هيك مناسبة فمضطر طعم الأعلان ولكن عم قل لك أنا الأعلان من ناحية الأعلانية بحكيك مش من ناحية سياسية غير موضوع بس أعلانياً هيدا الأعلان ما قلوا لا طعم ولا لون أنا برأيي أنه بعد عشر سنين كان بيسوا هيدا الأعلان يكون عنده هدف يحققوا ما بتصور أنه يعني فاتت الفرصة فوق أنه فاتتهم الفرصة ما استفادوا من الحدث لكن لشعار الذكر هذه السنة طعما مختلفا ومع دخول المستقبل في حوار مع حزب الله الذي اتهم أعضاء فيه باغتيال الحريري ثم تسؤال لا بد من طرحه مكملين ولكن على من وبماذا إنهم مكملين بشو وكل العالم مفروض تكمل يعني إنه ما حدا مفروض يعني هلأ يستقيل من حيا الله شيء من حيا الله مبدأه من حيا الله هدف كل الأحزاب مفروض تكمل كل الأطراف مفروض تكمل بس أنا كنتحابب أعرف مكملين بشو المواجهة هي مع محور حزب الله النظام السوري المحور الإيراني السوري الواصل من تهران إلى حرط حركة ده معركة مستمرة وما توقفت دفعنا دم ومستمرون نستمر بوسائل دايما بوسائل معينة نغير بوسائل استمراريتنا لكن نستمر في فكرة العاشرة لاغتيال الرئيس الحريري بات الشعار عشرة مئة ألف سنة مكملين واجبت سؤاله أيضا مكملين باللي بقيه أو مكملين على اللي بقيه أدم شمس الدين قناة الجديد